السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية طلابنا الاعزاء تحية كبيرة مني عن المعلم خالد جبر خليفة لجميع الطلاب المثابرين والمتابعين ونسأل الله العلي العظيم ان يوفقكم في دراستكم وان شاء الله تكون سنة خير علينا جميعا ياريت ما تنسوش اللي هو المشاركة الاشتراك في القناة واللايك واللايك والشير والكلام اللي بحكوه دولة اللي بتشوفهم في الفيديو لانه هذه القناة لازم يتم دعمها ولازم تنتشر علشان الكل يستفيد انت ياخو لما بتستفيد بتعمل مشاركة وبتعمل لايك بتعمل تعليق وبتعمل الاشتراك في القناة بصير تظهر للطلاب وانت هيك بتساهم في انه هذا الامر ينتجه فبإذن الله الاجل والثواب تمام يا شباب اللي قال لا اخير اه وصلنا لغاية هذه المرحلة توزيع الكتروني لما يكون مستودي واتفقنا على بعض الامور مراجعة سريعة الها انه العنص الانتقالي عدد الكترونات التكافؤ تبعته عدد الكترونات التكافؤ هو نفس رقم المجموعة بس عد مش دائما اذا كان من ثلاثة لسبع من ثلاثة لسبع يكون رقم المجموع يساوي الكترونات التكافؤ واخدنا مثال هين وضحتك وقف الفيديو انت براحتك وشوف جوابك صح ولا غلط ماشي نبدأ مع بعض الان نكمل لازلنا في منطقة بلوك دي نزلنا في منطقة بلوك دي هاي الجدول الدورة احنا استشغالين في المنطقة هادي اذا كانت الكترونات التكافؤ ثلاثة بكون هنا العنصر اربعة خمس ست سبعة شانك وقفنا شايفين ايش حيصير ثلاثة مجموعات تنتمي للمجموعة التامنة ليش طب بصير زي هيك لانه لما بفحصوا خصائص العناصر بيلاقي انو العناصر في المجموعة الواحدة تتشابه في الخصائص لما بفحصوا الصفات العناصر هيك بجدوها تتشابه في الخصائص هنا عند الحديد والكوبلت والنيكل هادولة التلاثة بشكل افقي هيك بشكل دورة مش بدأ ما هما يكونوا بشكل عمودي بشكل دورة متفقين مع بعض في الخصائص التلاثة هادولة هيك بشكل افقي اكتر من اتفاق الحديد مع العناصر اللي تحت منه اكتر من الكوبلت مع اللي تحت منه اكتر من النيكل مع الرصاص اللي تحت منه فلما لقوا الاشتراك الكبير بين العناصر التلاثة بشكل افقي قالوا لما دام هيك احنا نخليهم هوا دول كلهم مجموعة واحدة شايفين التصنيف كيف فبالتالي احنا هنشتغل الان في المجموعة التامة ما بنطور في الفيديو عنا شغل كتير اليوم وكبير مهم يلا حدد موقع العناصر العناصر الاتف الجدول هاي مديني مجموعة عناصر تعال نختار اللي هو الافقي الحديد ستة وعشرين مجموعة هاي عشرين وستة ستة وعشرين ونفس الكلام السابق الدورة الرابعة المجموعة المجموعة هنا بدأ نقف هكي تجد طلع انت هنا تمن الكترونات تكافر فبالتالي الطالب يقول المجموعة التامنة هاي خمسة ستة سبعة تمانية وبدأ من انتهى بالدي بقى بلوك بي تمام المجموعة التامنة فالطالب مرات ينتبه على شغل يقول المجموعة التامنة موجودة في ثلاث مجموعات يعني بعد المجموعة السابع يقول تمانية 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 طب هذا الحديد فانو وحدة فيهم حيكون هان ولا هان ولا هان لانه مرات في عنا اسئلة بتطلب تعرف انت المكان طلع الجوال بصر شمال ومرة بعطين لون ازرق مرة بعطين لون بيج الله ما فغرينها صابرا يا رب تمام احنا الكلام اللي حكناه في اللقاء اللقاء الماضي انك تجي تطلع على الكترونات دي وتعرف من خلالهم انت فانو عمود مش فانو مجموع يا شبب فك افهموا النقطة هذي في فرق بين العمود والمجموعة كيف يا استاذ متناش قلت الى اعمدة هى المجموعات شوف معي هنا هجيت هادة الجدول الدوري هدول الاثنين صحيح اعمدة والعمود الاول يمثل مجموعة الاولى والعمود الثاني يمثل مجموعة ثانية في بلوك اس اس هدول الاثنين تابعين لأس طب تعالى للمنطقة هذي من هان لهان شده الى بلوك بي هذا بلوك بي صح العمود الاول في بلوك بي هو المجموعة الثالثة العمود الاول في بلوك بي هو المجموعة الثالثة المجموعة الاولى والتانية هاي هم هان هاي اولى والتانية هاي الاولى وهي التانية وهي التالتة طب كيف يعني يعني العمود مش دائما رقم العمود هو رقم المجموعة مش دائما رقم العمود هو رقم المجموعة هذا العمود الاول في هذا البلوك ويمثل المجموعة الثالثة كويس طبعا كيف أعرف أنه متى يكون العمود الأول لما يكون في بي واحد فبنعرف أنه في البلوك واحد فهنا في الدي تمام ست إلكترونات في الدي فبالتالي سيكون في العمود السادس طبعا تمام معك جدول دوري زي ما أنا ما قاعد بجيبه هجيته بتعرف لو أنت عملت مثلا العناصر الانتقالية الدورة هذي قديش عشرة عشر أعمدة واحد نين تلاتة أربة خمسة ستة سبعة تمانية هاي تسعة هيبقى عشرة هاي واحد نين تلاتة أربة خمسة ستة هاي ستة هنا هيكون الحديد تعالي نتأكد هاي المجموعة ثالثة رابعة خمسة سادسة سابعة التامنة فعلا والتامنة والتامنة بعدين الأولى و بعدين التانية فعلا الحديد هاي مكانه اي شباب ايش عشوف كيف بعد المجموعة هنا هاي تلاتة أربة خمسة ستة هاي سبعة هاي التامنة الأولى في هالحديد فأنه عمود السادس واحد اتنين تلاتة أربة خمسة ستة العمود السادس من خلال إلكترونات الفدي أنا حابت أوضح المثل هذا كتير واشرح تفصيل بحيث أنه أنت باقي الأمور ما نكمل فيها بنفس الرتم أنت لحالك وزع النيكل وزع الكوبالت ماشي ولا بنفعش بنفعش السادس ليش لأنه فيه أفكار لازم نحكي فيها أفكار ليش تعال نشوف مع بعض نيكل تمانية وعشرين أرجون وطمنطاش أربة أس اتنين ثري دي عشرين وثمانية تمانية وعشرين بجي واحد بقولك بجي وشوف السادس عشر الإلكترونات التكافؤ مش مشكلة مجموعة الثامنة خمسة ستة سبعة ثمانية بي الدورة الرابعة يبقى متى إيش أرقام الموجودة عندنا تكون أرقام موجودة عندنا تكون نعرف أن العنصر في المجموعة الثامنة هين وضحت لك يا هنا في العناصر الانتقالية إذا كان عدد إلكترونات التكافؤ يساوي تمانية أو تسعة أو عشرة يكون رقم المجموعة الثامنة إذا تمانية أو تسعة أو عشرة يكون رقم المجموعة التامنة طبعا مش هيكون العشرة يكونهم في الدي لا هي اتنين وتمانية عشرة قبل شوية الحديدة موزعنا طلع اتنين وستة تمانين هي هي الحالة الاولى اتنين زائد ستة يساوي تمانية بنتكلم على الحالة الاولى طب هنا اتنين وتمانية سابع عشرة هادي الحالة التالتة طب وين الحالة في النص هادي التسعة شوفها دعا صر الكوبلت قديش رقمه ارغن طمانطاش اربعة ستنين ثري دي هاي عشرين وسبعة سبعة وشرين مجموعة السبعة وزادة اتنين تسعة يبقى اذا كان عندنا تمانية تسعة عشرة مجموعة الالكترونات التكافؤ تمانية تسعة عشرة فبالتالي مجموعة اشمالها التامنة او باسلوب اخر شو هو الاسلوب الاخر اذا كان في الدي اذا كان في الدي ستة او سبعة لان انتو احنا بنجمع كل مرة الاتنين الاتنين هاني اعتبرها ثابتة ستة هاي سبعة هاي تمانية هدل ترات رقام المتتالية اذا ستة سبعة تمانية في الدي فبتالي عنصر اي يقع وين في المجموعة التامنة بي ولو بدك تعرف انه يتامنة فيهم الاولى ولا التانية ولا التالتة هاي هادي في العمود السادس وهادي في العمود السابع وهادي في العمود الثامن هاي هادي في العمود الثامن وهادي في العمود السابع وهادي في العمود السادس طب ليش بالقصة مدقج انت عقصة العمود وما العمود يعني ايش المشكلة يعني تعانوا يعرف ليش أنا مدقج الحلقة الاخيرة بعد ما خلصنا اللي بيكونوا من ثلاثة لسبعة الالكترنات التكافؤ اذا كان الالكترنات التكافؤ تمانية وتسعة وعشرة تعانوا نشوف الالكترنات التكافؤ اذا كانت 11 و 12 ركزوا في الكلام اذا اكترنات التكافؤ 3 لغاية 7 عدد الاكترنات التكافؤ تساوي رقم المجموعين اذا 3 3 4 4 لغاية 7 7 الاكترنات التكافؤ من 3 ل 7 هذا الرقم يساوي رقم المجموعة طب لو كانت ارقام المجموعة بعد ال7 8 9 10 وكل مجموعة الثامنة طب لو الاكترنات التكافؤ 11 او 12 او بدل الكلمتين هدولا اشي تاني تعال شو مع بعض ناخد الحالة الاولى السيول بنحاس 29 طبعا هنكتب 18 هنكتب 4S2 9 هاي 29 بعدين بنكتب 4S1 3D 10 قلنا قبل هيك اللي اذا كانت D ممتلئ بنحسبش يا قائد فبالتالي الاكترونات التكافؤ قديش واحد ومدام الاكترونات التكافؤ واحد فبالتالي هذا يقع في المجموعة الاولى B شفت كيف مدام D بنحسبش والاكترونات التكافؤ واحد وعرقم المجموعة يساوي الاكترونات التكافؤ فبالتالي في المجموعة الاولى B طب لو احبولي السيطة بتزبط معنا في قصة رقم العمود بتزبط معنا في رقم العمود في العمود القديش? التاسع. تمام? في العمود التاسع. قبل قبل الاخير بوحدة. لوضح التاني بعدين اجيب الجادول الدوري. الحالة التانية انا طلبها منك واجب. زدقا. هين عامل توزيع التون عشان نكسب وقت يا شباب. اتنين عشرة. اديش مالو. بنحسبش. يبقى قديش عدد اكترون التكافر. لين? الكترون. مدام اتنين الكترون يقى المجموعة التانية بي. المجموعة التانية بي. تمام يا قيادات? قيادات الدولة الفلسطينية. يا ربيك يطلع من واحد من جيك وقال لفلسطين بكف اللي عنا. هاي. هاي العمود الاول. عمود ما قلتش مجموعة. عمود. عمود اول ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع تامن تاسع. هذا العمود التاسع. فعلا هاي يشوف الشغل. قلنا العمود التاسع. هيكون المجموعة الاولى بي. هاي التاني اللي وزعنا. رقنا موزع وجاهز. العمود ايش. العاشر. العمود العاشر. هاي العمود العاشر. هاي رقم تسعة هاي العمود العاشر. كديش الكترون التكافر هو اتنين. يبقى انو مجموعة. التانية. مجموعة التانية. والاخيرة في السطر هذا. الاخيرة في السطر. بتاع البلوك دي. تبلاحظ قبشي قلت 11 و 12 هنا. قلت من 3 إلى 7. من 8 إلى 9 إلى 10. ومن 11 إلى 11. مو بقدر تعتبره ما كنت. 11 و 11. إذا لقيت 11 يبقى المجموعة الأولى. إذا لقيت اللي هنا 12 و 12 يبقى المجموعة الثانية. أخي الجزئية ونكتفي بالفيديو هذا حالة خاصة. بقولك حدد موقع عنصر الهليوم. على طول على السريع. هليوم 2. توزيعه. يلا 1 أس 2. خلصنا. بقولي الطالب يلا بسرعة. بقولي دورتيش. بقولي دورة أولى أستاذ. دورة. أولى. حسن. مجموعة. بسرعة. بقولي هنا فيه اتنين. بقوله هنا بقولي اتنين. غلط. طب هو يقول اتنين إيه. لأنه شايف هنا إيش. حرف الأس. حيقول اتنين. حنقوله هنا غلط. حينصدم يا حرام. طب ليش يا سيد ماشندا قلت لنا اكتونات التكافو. هذا يا عمي الهليوم. الهليوم الموجود فيه أقصى يمين الجدول في المجموعة التامنة. هنا موجود. فصح اتنين اكتونات التكافو. بس موجود في المجموعة التامنة. طب ليش يا أستاذ. لأنه هذا البومة. مكيف على اتنين. وعايش نفس دور كأنه تمانية. فشوف هنا كيف. هاي. هاي الهليوم. صح الدورة الاولى. زي ما عمينا في التوزيع الالكتروني. ها. هاي دورة اولى. ولكنه المجموعة الثامنة. هاي مجموعة التامنة. ووضحنا هنا. وضع هذا العنص في المجموعة التامنة. السبب. لأنه مدار الاخير ممتلئ. وله نفس الصفات وخصاص المجموعة الثامنة. الحمد لله رب العالمين. والشكر للفيديو اللي القادم. حيكون اسئلة شاملة على هذا الموضوع. بارك الله فيكم. تنسوش المشاركة في القناة والشير واللايك والصريش وكل الجزء ازايك.